في إنجاز يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين فازت هيئة تنظيم الاتصالات بجائزة الاعتراف بالتميز المؤسسي فئة الأربع نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وبهذه المناسبة قال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد الخليفة إن هذه الجائزة عالية المستوى تأتي نتيجة رؤية القيادة الرشيدة في مملكة البحرين ودعمها المستمر لكافة المؤسسات للسعي نحو تحقيق التميز في جميع المجالات حيث تعد الهيئة المؤسسة الأولى في المملكة التي تحصل على هذه الجائزة عالية المستوى وقد وضعت هيئة تنظيم الاتصالات خطة عمل شاملة تسهدف الجوانب الأساسية مثل القيادة والاستراتيجية والأفراد كما دشنت الهيئة عددا من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات كتطوير نظام الاستراتيجية وبرنامج القيادة وبرنامج التطوير الوظيفي وتخطيط التسلسل الوظيفي ونظام إدارة الأداء ونظام المكافآت وعدد من المشاريع الأخرى التي كان لها الأثر البالغ في تمكين الهيئة من تقديم نتائج إيجابية ناجحة إلى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة